السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله لكني الحين قبل فترة اكتشفت الوان الاكريليك وحبيت ان انا اجربها اما انا الاكريليك الوان وايد حلوة وايد سلسة وكانت تجربة وايد مميزة بالنسبة لي اللي ابي اقول لكم ان انا صار لي احين فوق 18 سنة مراسم ابدا مع العلاقة بالرسم خير شر ولكن الحين خلال الحذر بسبب كورونا والفترة اللي قعدناها بالبيت حبيت ان انا ارجع امارس وايد الرسم من جديد طبعا تجربتي مع الاكريليك وايد كانت حلوة يعني خاصة فيما يخص سكب الاكريليك بامانة تجربة وايد غنية وايد سلسة وللسبب هذا انا برح اشارككم تجربتي البسيطة وان شاء الله انها تكون مفيدة حقكم كل مرة كل فيديو رح انزله رح احاول لنا اجرب طريقة مختلفة من طرق سكب الاكريليك لان طبعا اكو طرق وايد من تشرك الفنان وكل شخص على حسب طريقته من زين ما علي اذا اختربت لوحة ما علي اذا طلعت مو نفس ما انا كنت متوقع ولكن هي في النهاية تجربة حلوة بتكون ممتعة من زين وفي نفس الوقت انه قاعد اتعلم وياكم وان شاء الله انه الفيديوهات تعجبكم بس ما قلت لكم انه تجربتي مع الاكريليك الجديدة يعني ما صار لسبوعين تقريبا من بدت في الموضوع هذا فما علي سمحونا اذا الفيديوهات ما طلعت يعني بذيك الجودة ولكن اتمنى انه يكون فيها فايدة لي ولكم ان شاء الله ياريت اللي عند اي فعليق او عند اي ملاحظة او عند اي نصيحة لي لا تبقلون علي فيها ابدا وان شاء الله اتمنى ان الفيديوهات تعجبكم اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة